ربما لم تسمعوا من قبل بهذه الحادثة أو ربما سمعتم بها إلا أن الأكيد أن العالم أجمع والمسلمين خصوصا كان الترقب والقلق يتملكهم ما كان أحد ليتوقع أن يحدث هذا أن يرى الدم يسيل في أطهر مقعة على وجه الأرض لذلك نبوآت كثيرة الكل يعلم والكل كان يتمتم من هو هذا الشخص الذي يصرخ من وسط الكعبة أنا المخلص أنا المهدي المنتظر السلام والاحترام أصدقاء الكرام طبتم وطابت أوقاتكم ويا مرحبا بكم في هذه الدردشة قضيتنا اليوم عربية وموقع حادثتنا أطهر مكان على وجه الأرض حادثة أثارت غضب المسلمين في أقطاع الأرض كافة حادثة أوقعت المسؤولين عن أمن تلك البقعة في حيرة عظيمة هرج ومرج رهائن وقتلة دماء على الأرض التي حرم القتل عليها والدافع تخليص البشرية بكلمة واحدة وعنوان واحد وبصوت عال أنا المخلص أنا المنتظر ما القصة؟ وما علاقة إحدى الدول الغربية؟ ولماذا هذه الحادثة بالذات كان لها الأثر الأكبر في تغيير وجه المملكة العربية السعودية لعقود متتالية؟ هذه الأسئلة سنصل إلى إجاباتها حتما في سياق الحلقة لذلك خذوا نفساً عميقاً أصدقائي واستعدوا لأننا الليلة سنعود معاً إلى قضية جهيمان العتيبي واحتلاله الحرم المكي الشريف وقبل ذلك أود أن أعلن مجدداً عن فلاك ديو المنصة العربية الرائدة في الاستثمار وراعي حلقتنا تقدم هذه المنصة خدمات تعليمية متنوعة استناداً لبيانات مرخصة ورسمية من الأسواق المالية وتهدف إلى توجيه وتوعية ودعم المتداولين وتوفير مراجعات غير متحيزة لأفضل الوسطاء عبر الإنترنت بهدف حمايتهم من المخاطر وتأمين مستقبلهم المالي إن لم تكن قد سمعت من قبل عن استثمار الرفاهية فالنفلاك ديو تقدم لك فرصة فريدة لنسخ صفقات الخبراء الناجحين لأقصى عدد من الأيام وبشكل مجاني تماماً كما يمكنك الحصول على مكافآت وأرباح بنسبة تصل إلى 100% بعد أول إيداع ليس هذا فقط يمكنك أيضاً أن تربح المزيد من العوائد المالية من دعوة أصدقائك لخوض التجربة المثالية سجل الآن مع فلاك ديو عبر الرابط الموجود في وصف الفيديو ولا تنسى أن تستخدم كود حسن حتى تستفيد من بونس على الإيداع المهدي المنتظر مخلص البشرية أمل المستضعفين وغيرها الكثير من الألقاب التي منحت لهذه الشخصية ذات المكانة العظيمة عند جموع المسلمين كافة الإجماع العام هو أنه قادم التفاصيل مختلف عليها اختلاف لا يفسد في الود قضية بين أبناء الدين الواحد معتقد هنا ومعتقد آخر هناك ولكل الحق كامل الحق في اعتقاد ما يراه مناسباً بحسب قراءته وأكرر الاختلاف لا يجب أن يحدث شرخاً في صفوف أمة الدين الواحد أبداً لكن المؤكد هو أنه حقيقي وليس من نسج الخيال ليس فقط عند المسلمين بل في كل المعتقدات والديانات الأخرى والأحاديث النبوية الموثقة عند مختلف مراجع ومذاهب المسلمين بين أيدي الجميع ليتأكدوا منها ولهذا العنوان بحث مفصل وكبير جداً سنتطرق إليه في حلقة مثيرة وخاصة عن شخصية المخلص في برنامج غمود إن شاء الله هذه الشخصية شغلت بال الكثيرين وبعضهم أطحى لديه هوس لدرجة ادعائه بأنه هو المهدي المنتظر والحالات كثيرة أحدثها وليس آخرها ما وقع في الحادي والعشرين من مايو من العام 2021 عندما حاول رجل الصعود إلى منبر الحرم المكي خلال خطبة صلاة الجمعة مدعياً أنه المهدي المنتظر وغيرها الكثير من الحوادث التي ضجت بها وسائل الإعلام المختلفة ولعل أشهرها تلك التي ادعى فيها الداعي المصري محمد عبد الله نصر الشهير إعلامياً بالشيخ ميزو أنه المهدي المنتظر ليظهر لاحقاً أن ذلك كان نوعاً من المكيدة الإعلامية أو الفخ الإعلامي كما سماه هذا الشيخ بغية توضيح حقيقة وجود المهدي الملفت في الأمر أن حوادث الدعاءات المهدوية كما يطلق عليها تكثر في مصر الحبيبة فالكثير من الحالات سجلت هناك كتلك التي وقعت عام 2014 مع أحد الموظفين السابقين في وزارة الأوقاف المصرية وحديثة أخرى عام 2012 لذلك المواطن الذي تقدم للترشح في الانتخابات المصرية تحت اسم المهدي المنتظر عام 2000 وحده سجل في مصر ثلاث حالات ادعاءات للمهدوية في ثلاث محافظات مختلفة سيناء، بورزعيد، والإسماعيلية وجميعها انتهت باعتقال الشرطة لأولئك المدعين وتحويلهم إلى مستشفيات الأمراض العقلية معظم هذه الحالات انتهى بسلام دون أن يصاب أحد بأذى لتغيب ذكرهم بين غياهب التاريخ إلا أن فكرة المهدوية بقيت قائمة ومجرد ذكرها يعيد إلى الأذهان واحدة من أبرز الحالات بل إن صح التعبير الحالة الوحيدة أو الحادثة الوحيدة التي حفرت في أذهان المسلمين والعالم أجمع فيما يتعلق بموضوع المهدوية نعم حادثة حصار الكعبة أو كما تعرف إعلاميا بحادثة احتلال الحرم المكي عام 1979 وصاحبها ما زال اسمه يتردد إلى اليوم مع كل حالة ادعاء للمهدوية تظهر إلى العلن جهيمان الاعتبي تبدأ القصة مع جهيمان المولود عام 1936 في إحدى مناطق المملكة العربية السعودية النائية والد جهيمان كان مرافقا لسلطان بن بجاد أحد أبرز المناغدين لحكم الملك عبد العزيز وشارك معه في معركة السبلة الشهيرة لم تسجل الوثائق التاريخية شيئا عن المستوى التعليمي لجهيمان والمعلومة الوحيدة أتت على لسان أحد أصدقائه مؤكدا أنه ترك التعليم في الصف الرابع الابتدائي وعمل لمدة 18 عاما كسائق للحرس الوطني السعودي مفارقة غريبة أليس كذلك؟ ومع ذلك كان جهيمان ذا شخصية غريبة محبوبا من الجميع صاحب كريزما قوية ويملك قدرة إقناع هائلة الأمر الذي مهد له الطريق لتنفيذ مخططه المرعب بعد انخراطه في الجماعة السلفية المحتسبة هذه الجماعة كانت مناهضة بشدة لحالة الانفتاح التي بدأت تشهدها السعودية في ستينات القرن الماضي بسبب تدفق أموال النفط والحياة الرغيدة التي بدأ الشعب السعودي يتنعم بها واعتبر أعضاؤها أن سياسات الطبقة الحاكمة كانت السبب الأساسي في انحلال الدين وابتعاد الناس عن الشريع وجهيمان هذا كان من أبرز المنادين بعودة الناس إلى حياة التقشف والدين الحقيقي كما سماه المشكلة كانت في قدرة جهيمان على إقناع من حوله بأفكاره التي بطبيعة الحال سببت له الكثير من المشاكل والمشاحنات مع السلطة ورجال الدين على حد سواء وقد استطاع جمع عدد لا يستهان به من الشباب صغار السن حوله بحديثه عن توبته من الأعمال التي كان يقوم بها وعودته إلى الله وشريعته وأضحى هاجسه الأول تخليص المملكة من الفساد الذي حل بها طبعا برأيه هو فالسيارات أضحط في كل مكان والتلفاز والراديو في كل بيت والاختلاط الذي كان أمرا مستهجنا أضحى أمرا طبيعيا إذن عم الفساد برأيه ولا يمكن تحقيق الخلاص إلا بظهور المخلص فمن هو برأيكم؟ نعم أصدقائي المهدي المنتظر ولكن ترياث قليلا قد يدور في فكركم أن جهيمان قد ادعى المهدوية إلا أن الأمر مغاير تماما الرجل كان على علم بأن المهدي يجب أن تتحقق فيه شروط خاصة أولها أن يكون اسمه محمد بن عبد الله وطبعا أن ينسب إلى نسل الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كذلك الصفات الخارجية يجب أن تكون مشابهة لصفات الرسول الأكرم وطبعا بحث جهيمان أتى بثماره فعثر على داعية مقارب له في العمر لين الحديث حسن الخلق والالتزام يدعى محمد بن عبد الله القحطاني جهيمان رأى في محمد هذا صفات المهدي فالاسم مطابق والنسب بحسب رأيه يعود للرسول وجبهته عريضة وأنفه نحيف ومدبب إذن هو المهدي بدأ جهيمان عملية إقناع محمد بن عبد الله القحطاني بأنه المهدي الشاب ذوهل من هذه الفرضية في بادئ الأمر ولكن كما أسلفنا قدرة جهيمان المذهلة على الإقناع دفعت الشاب إلى طلب الصلاة والاستخارة ليخبر محمد بن عبد الله جهيمان برؤياه التي حملت دلائل مهدويته ويأتي هنا دور جهيمان الذي وبغرض توطيد العلاقة مع هذا المهدي اتخذ الشقيقة الكبرى للقحطاني زوجة له جهيمان نشر الخبر بين أتباع الجماعة وأقنعهم بالموضوع وأخذ البيع للمهدي الجديد ولكن هذا لا يكفي فالغرض تخليص المملكة من الفساد برأيه ليبدأ التخطيط لتنفيذ خطة إعلان الظهور فكان فجر العشرين من نوفمبر عام 1979 الموافق الأول من محرم من العام 1400 هجري أي بداية السنة الهجرية الجديدة المصلون والمعتمرون البالغ عددهم ما يقارب الخمسين ألفا كانوا مجتمعين كالعادة في الحرم لأداء صلاة الفجر في ذلك اليوم دخلت جماعة كبيرة من الناس حاملة نعوشا إلى ساحة الحرم المنظر لم يكن غريبا فقد كان من الطبيعي إدخال الجنازات لإقامة الصلاة عليها هناك ولكن ما لم يكن طبيعيا هو أن تكون هذه النعوش محملة بمختلف أنواع الأسلحة هذه الجماعة لم تكن سوى جهيمان الاعتبي وأتباعه ومعهم مهديهم المنتظر لتبدأ بذلك أخطر عملية حصار وهجوم شاهدها الحرم المكي على الإطلاق فور انتهاء إمام الحرم من الصلاة أبعده جهيمان عن المنبر واستولى على مكبر الصوت معلنا ظهور المهدي ومطالبا كل الحاضرين بإعطائه البيعة طبعا أغلق أتباع جهيمان مداخل الحرم وأطحى المصلون رهائن عندهم السلطات السعودية في بادئ الأمر لم تأخذ الحادثة على محمل الجد أو لم تتعامل معها بالجدية المطلوبة فأرسلت سيارتين نجدة لاستطلاع الأمر لتقابل هاتان السيارتان بوابل من الرصاص وتبدأ بعدها تحركات الحرس الوطني لاستعادة السيطرة على الحرم المكي السلطات السعودية كانت في موقف لا تحسد عليه فمن جهة هذا الحرم المكي المحرم فيه القتل وسفك الدماء واستخدام القوة ومن جهة أخرى الحرم أطحى محاصرا والرهائن بداخله ودعوات التمرد والانقلاب على الدولة ومبايعة هذا المهدي تصدح من مآذن الحرم فما العمل؟ الخطوة الأولى كانت التعتيم الإعلامي على ما يجري فالمكان مقدس لدى المسلمين كافة ومثل هذه الحادثة كفيل بنشر الرعب والذعر بينهم الخطوة الثانية كانت استصدار فتوى تبيح استخدام كل أشكال القوة لاقتحام الحرم وتحريره بمن فيه وهو ما كان حيث أصدر كبار علماء وشيوخ المملكة فتوى تبيح استخدام كل أنواع القوة لتحرير الحرم حتى لو تطلب الأمر دخول الدبابات إلى داخل ساحات الحرم بدأت عملية فك الحصار الذي استمر لإسبوعين من الزمن عاث خلالهما جهيمان وأتباعه الخراب داخل الحرم وغرفه فأحرق السجادة والأثاث وأصابت طلقات الرصاص والقنابل والقذائف مآذن الحرم وسقط القتلى من الطرفين لتسيل الدماء على أرض الحرم الشريف الذي أضحى ساحة حرب بكل ما للكلمة من معنى في مشهد أثار غضب المسلمين في أرجاء العالم كافة مع بدء تسرب الصور من الحرم المكي الشريف إبان تلك المعارك سقط الكثير من القتلى في صفوف جماعة جهيمان ومنهم المهدي المنتظر خاصتهم الرجل كان تحت تأثير حلم المهدوية وفكرة أنه خالد ولن يمسه أذى فخرج تحت أزيز الرصاص دون حماية ليلقى حتفه أمام أعين أتباعه الذين سادت بينهم حالة الهرج والمرج فكيف يصاب المخلص وهو الموعود بالنصر والخلود؟ هنا تدخل جهيمان وأخبر من حوله أن الخبر غير صحيح وأن أولئك الذين ينقلون الأخبار من ساحة الحرم متسوسون وأمرهم بالبقاء في مواقعهم السلطات السعودية واجهت صعوبة كبيرة في إنهاء المشكلة فاستطاعت بالفعل تحرير ساحة الحرم المكي والمباني المحيطة به في اليوم السادس ولكن جهيمان وأتباعه تحصنوا في الغرف والزنازين الممتدة أسفل أرض الحرم ليصبح الأمر بالغ الصعوبة على السلطات السعودية التي بدورها كانت تحاول رفع معنويات المسلمين ببث أخبار حول انتصارها ودحر المجرمين ولكن قطاع بث الصلاة من الحرم كان يؤكد أن المشكلة لم تحل هنا ارتأت السلطات السعودية طلب المساعدة ممن لهم خبرة في هذا المجال الأمريكيون كانوا خارج دائرة المساعدة والسبب لأنهم كانوا أول من قام بتسريب خبر حادثة الحرم والاستعانة بهم كانت ستزيد من مشاعر الحقد والكره والغضب لدى المسلمين فلجأ السعوديون إلى فرنسا ممثلة برئيسها آنذاك ويجدر بي أن أذكر أن موضوع المساعدة الفرنسية انتشر بعد انقضاء أمر الحادث بسنوات في لقاء مع قناة البي بي سي للرئيس الفرنسي السابق الذي أكد للمرة الأولى الدور الفرنسي في إتمام هذه العملية الرئيس الفرنسي أخبر القناة أنه أرسل ثلاثة مستشارين سرا إلى المملكة سبب السرية بحسب الرئيس الفرنسي هو تجنب إثارة الرأي العام المسلم حيال التدخل الغربي في مهبط رسالة الإسلام خطة الفريق الفرنسي الذي كان برئاسة النقيب بول باريل نصت على ملء السراديب التي تحصن بها جهيمان وأتباعه بالغاز لدفعهم إلى الخروج إلى سطح الأرض وبالفعل حفرت الفتحات التي تؤدي إلى السراديب وضخ الغاز من خلالها في مشهد وصفه أحد الشاهدين من رهاء هذه العملية بأنه بدى وكأن العالم ينتهي وبالفعل نجحت الخطة فبسبب نفاذ الدخيرة والطعام في آخر يومين تجمع جهيمان ورفاقه في غرفة واحدة وهناك تم إلقاء قنابل دخانية عليهم من فتحة في الصقف دفعتهم إلى الخروج والاستسلام لينتهي حصار الحرم المكي في الرابع من ديسمبر من العام 1979 تم إلقاء القبض على جهيمان وأتباعه وقدموا للمحاكمة وبطبيعة الحال صدر حكم الإعدام بحقهم ونفذ في التاسع من يناير عام 1980 لتطوى بذلك صفحة أخطر عملية حصار واحتلال للحرم المكي الشريف تحت ذريعة ادعاء المهدوية صحيح أن القصة انتهت ولكن تداعياتها كانت كبيرة والمملكة تأثرت فعلا بهذا الموضوع فما فعله جهيمان كان له الأثر الأكبر في وقف أشكال الحداثة في المملكة وإعادة الدرب المتشدد لأربعة عقود متتالية أبرز مثال كان ما ذكره أحد الحاضرين لتلك الحادثة عن أن أحد مطالب جهيمان كان منع النساء من الظهور في التلفاز وهو ما تحقق بالفعل إذ يسجل عدم ظهور أي مذيعة على التلفاز بعد تلك الحادثة طيلة العقود اللاحقة أثر هذه الواقعة كان جليا على الحياة السعودية وهو ما ذكره ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في حوار له عام 2018 عن أن المملكة كانت تعيش حياة طبيعية قبل عام 1979 حيث كانت النساء يقضن السيارات ودور العرض السينمائي موجود بالفعل في المملكة إلا أن المملكة وشعبها تغلبوا على هذه العقدة وعاد الانفتاح من جديد وأضحت السعودية مقصداً ووجهة من الوجهات السياحية المهمة وتطور الذي تشهده المملكة ليس خافياً على أحد في المقابل ما زالت عقدة المهدوية والدعاؤها موجودين والأمر لا علاقة له بالمذاهب واختلافها فالكثير من العلماء والباحثين درسوا حالات مدعي المهدوية وضعوا ثلاثة احتمالات لتفسير تصرفات هؤلاء المدعين الأول والذي يشكل الحالة الأبرز والأعم هو الاعتلالات والأمراض النفسية التي تجعل من المريض تائهاً بين الواقع والخيال أغلب أولئك يعودون إلى أرض الواقع ويعتذرون عن فعلتهم بعد تلقيهم العلاج المناسب وآخرون لا تتحسن حالتهم حتى في مستشفى الأمراض العقلية الذي يصبح مسكنهم الجديد الاحتمال الثاني هو الهوس الديني عن جهل بالشريعة والدين والعقيدة أولئك يظهرون مع كل أزمة ويكون هدفهم الوحيد تخليص الأمة من أزماتها دون أدنى معرفة دينية أو علمية أما الاحتمال الثالث فهو أيضاً للمتشددين في الدين لحد الهوس ولكن هذه المرة مع المعرفة والعلم بأمور الدين والقدرة الكبيرة على الإقناع وجمع المؤيدين من حوله تماماً كما في حالة جهيمان العتيبي الذي استطاع إقناع محمد بن عبد الله القحطاني بأنه المهدي المنتظر ومخلص أرض الحرمين من الفساد والكفر برأيه فانتهى به الأمر بالتسبب في حدثة أصداؤها كانت وما زالت تتردد إلى يومنا هذا كأبرز دليل على أن اجتماع التشدد والعلم مع الجهل والتعصب نتائجه ستكون دموية لا محالة فهل من يتعذ؟ إذن أصدقائي هذا ما كان في جعبتنا اليوم حول موضوع جهيمان الاعتابي وحادثة احتلال الحرم الموضوع ليس بجديد أو خفي الكثيرون خاصة في منطقتنا العربية سمعوا عن الحادثة ولكن كان لزاماً علينا تسليط الضوء عليها لسبب رئيسي وهو فكرة أن البشرية مع كل مأساة تحصل ومع كل حدث جلل يقع تلجأ مباشرة إلى فكرة المخلص أمر ملفت أليس كذلك؟ وليس فقط في الدين الإسلامي إنما في مختلف الأديان السماوية منها وغير السماوية على كل حال موضوع المخلص موضوع يطول البحث فيه والخلاصة أن البشر ومع كل ما وصلوا إليه من تطور في الميادين كافة ما زالوا لا إرادياً يلجأون إلى الله تعالى ومعجزاته لحل ما عجزت عن حله تكنولوجياتهم المعقدة والمتطورة وليس غريباً أن نشهد بين الفينة والأخرى ظهوراً لأحد المدعي المهدوية أو المخلص في الديانات الأخرى وطبعاً يترافق مع هذا الظهور فكرة نهاية العالم والدمار والخراب وخيرها في هذه الأيام العصيبة التي نعيشها نحن فعلاً بحاجة لمخلص والمخلص بحسب ديننا الإسلامي سيأتي لا محالة ولكن هل نقف مكتوفي الأيدي حتى يأذن له الله جل وعلا بالظهور الجواب عند أولئك الذين يواجهون بصبرهم قاعدة العين لا تقاوم المخرز ويعيدون الأمل بتجربتهم وإيمانهم لقلب أمتنا المتعب ونحن أمة وعدنا الله بالنصر عاجلاً أم آجلاً والأيام كفيلة بتحقيق الوعد الإلهي الدعاء الدائم لأهلنا في غزة ولأهلنا في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق واليمن والسودان وفي شتى بقاع الأرض الدعاء لكل أولئك الذين يتحملون الظلم والعدوان والتجبر وسيدخلون حتماً في صفحات التاريخ المشرفة لا محالة أما نحن فكما عاهدتمونا سنبقى على تواصل والطلاع وبحث عن كل ما يمكن أن يبعث الأمل من جديد في نفوسنا ومن جديد للمهتمين في تعلم التداول والاستفادة من عرض فلاكي ديو الرابط في وصف الفيديو وحتى ذلك الحين ابقوا أصدقائي في أمان والسلام